السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناخد ثلاثة منهم بس عشان احنا لسه صغيرين والسنة الجاية ان شاء الله هنكمل بقية الخمسة تعالوا نشوف اول حاجة في ضمائر المخاطب اول حاجة عندي انت للمفرد المذكر العاقل انت للمفرد المذكر العاقل لما اجي اقول انت ولد انت معلم طيب تاني حاجة عندي انت للمفرد المؤنث العاقل انت بنت انت معلمة تالت حاجة موجودة عندي انتم انتم لجمع المذكر العاقل المذكر بس يا ولاد يعني اقول انتم مهندسون انتم معلمون وفيه هنا عندي ملحظ مهم جدا يا ولاد نخلي بالنا منه هو كلمة انت وانتي هم هم بيتكتبوا يا ولاد بنفس الشكل بالزبط بس كلمة انت لازم احط عليها فتحة وكلمة انتي لازم احط عليها كسرة وبتتكتب زيها بس الفرق في التشكيل فخلي بالنا لازم ضروري ضروري يا ولاد نحط الفتحة على انت والكسرة على انتي تعالوا يا ولاد نبدأ نحل عليه كده الاسئلة ونشوف الدرس هيبقى معنا ازاي بيجي في طريقة الاسئلة اول سؤال عندي ضع ضميرا مخاطبا مناسبا اول سؤال نقط طبيبة ماهرة هحطلها ايه انتي طبيبة ماهرة ممتازين رقم اتنين نقط عمال بارعون عمال ده مفرد ولا جمع جمع برافو عليكو جمع مذكر يبقى ياخد انتم احسنتم رقم تلاتة نقط تلميذ مكتهد تلميذ ده مفرد ولا جمع مفرد وهنا ده مؤنث ولا مذكر يا ولاد مذكر يبقى ياخد انت تلميذ مكتهد رقم اربعة نقط اولاد اذكياء اولاد اذكياء ده يا ولاد مفرد ولا جمع جمع طبيب اياخد ايه يا ولاد انتم احسنتم السؤال رقم اتنين حول من المذكر الى المؤنث والعكس خلي بالكم من السؤال ده كويس جدا يا ولاد لانه هو سؤال مهم جدا رقم واحد جايب لي جملة وبيقول لي انت طبيب طب لما احول انت للمؤنث يبقى ايه تبقى انتي برافو عليكم طب وطبيب طبيبة وحط لها تاق مربوطة يبقى انتي طبيبة رقم اتنين انتي تلميذة عايزني احولها للمذكر يبقى انتي المذكر بتاعها ايه انت تلميذة المذكر بتاعها ايه تلميذ برافو عليكم رقم تلاتة انت فلاح انت قلنا المؤنث بتاعها ايه انتي وفلاح المؤنث بتاعها فلاحة تبقى انتي فلاحة رقم اربعة انت انتي لاعبة انتي لاعبة لما حولها اللي بقى مذكر تبقى انت لاعب احسنتم خلي بالنا من السؤال ده اخر سؤال عندي اختر الاجابة الصحيحة اول حاجة رقم واحد نقط ولد جميل وعطيني الاختيارات انت وانتي وانتم يبقى نقط ولد جميل تاخد ايه انت ممتزين رقم اتنين نقط اطباء ماهرون تاخد ايه اولاد انتم عشان ده جمع ممتزين رقم تلاتة نقط بنت ذكية بنت دي ايه مؤنث ومفرد يبقى ياخد تاخد انتي انتي بنت ذكية وبكده يولادي بقى الدرس بتاعي خلاص